موسيقى استراتيجية الإلهاء أسلحة صامتة لحروب هادئة في زمن الخواء مصر والعراق والأردن شراكة جديدة في شرق أوسط جديد يتشكل في الطريق إلى سليماني والمهندس كانت الحرب من أجل السلام ابقوا بعلها بسم الله الرحمن الرحيم استراتيجية الإلهاء أسلحة صامتة لحروب هادئة في زمن الخواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتابه أسلحة صامتة لحروب هادئة تحدث المفكر الأمريكي نعوم تشوميسكي قائلا إن العنصر المهيم للرقابة الاجتماعية هو استراتيجية الإلهاء وذلك لتحويل انتباه الجمهور عن القضايا المهمة والتغييرات الحاسمة من خلال تقنية الطوفان وغمر الشتات أو المشتتات كما يقول المستمرة والمعلومات غير المهمة جيبوا زق لاحيهم لاحي الناس ويستخلص المفكر الأمريكي المعروف بأنها عمل لإبقاء الجمهور دائما مشغولا مشغولا من دون وقت للتفكير للعودة إلى المزرعة يعني الحضيرة مثل الحيوانات الأخرى ربما تلخص هذه الأفكار المضمون الذي نشاهده في السياسات الأخرى المعتمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما تجاه بلداننا ما يسمى ببلدان العالم الثالث والدول النامية وطبعا العراق منها التي أغرقت منذ سنوات بأزمات وحروب ومخططات منها التجويع والحصار للإطاحة بكل الأفكار والجهود الساعية إلى التحرر والاستقلالية والتنمية شلوك دائما تحت المنجلة عملت دوائر المخابرات ووسائل الإعلام أحبائي ومنظمات ما يسمى بالمجتمع المدني كلا للفترة الماضية ونحن لاحظنا ذلك بكل طاقاتها لتزوير الواقع وإيهام الرأي العام بأن مشكلة هذا الرأي العام الحقيقية تكمن في عقم السياسات المتبعة من قبل الدول في الداخل هذا طبعا جزء مننا صحيح وليس من خارجها ما يخلوك تفكر بأن أكو عامل خارجي من تقول يا با هذه المظاهرات تقف خلفها سفارة مثلا أو السفارة الأملكية يقولوا يصيحون وحتى بعض وسائل إعلامنا أيضا تقع في مثل هذا الفق وتحاول أن تسترضي أولئك الذين يتم تحريكهم من الخارج للقيام بأعمال من تصب أساسا في موضوع سياسة الإلهاء ولأن الفساد والهدر والمنفعة الخاصة والتهميش والبيروقراطية تسيطر عادة في الكثير من دولنا في المنطقة فقدر للخارج توجيه العقل العربي وعقل المسلمين نحو ما يسمى بالثورات البرتقالية والربيع العربي وما شاكل من عنوين حرفت طبيعة الصراع وتحكمت فيه مغيبة دور الأجهزة الخارجية وملحقاتها عن اهتمام الكتر الشعبية الغارقة تحت أثقال الهموم والحاجات استغلوها فمن هنا هذا الفيلسوف الأمريكي تشومسكي تحدث بشكل واضح عن فكرة إلهاء الشعوب والمجتمعات وعن ثقافة السيطرة على الرأي العام والتحكم به وبتوجهاته وقال إن وسائل السيطرة على الشعوب تتضمن معاملة الشعوب بوصفهم قصر أطفالا واستثارة عاطفتهم بدلا من فكرهم لتعطيل التحليل المنطقي والحس النقدي لديهم ويسيروهم ويبقاهم في حالة جهل كل ما يقال في وسائل هذه النتيجة التي يجب أن نستخلصها من هذا الموضوع قبل أن ندخل قليلا في التفاصيل هو أن كل أنت يجب أن ندخل عندك هذه القاعدة وهذا ما يقوله أنا المفكر الأمريكي أن كل ما يقال في وسائل الإعلام ليس صحيحا حط هذا الشك قاعدة عامة لأن من يدير هذه السياسة يضحك كل يوم على الناس كل صباح ويمعن في استغفال الناس لأن الإلهاء هو عملية تحويل وإبعاد الرأي العام والفكر عن المشاكل والأمور المهمة إلى مشاكل أقل أهمية وأكثر صدى أقل أهمية لكن صوتها مرتفع باستعمال الإعلام المظلل وطرق أخرى غير قابلة للاكتشاف مع الأسف فسياسة الإلهاء أحبائي هي مهارة وذكاء يتبعها الغرب معنا فالرأي العام مع كل الأسف هو قوة الشعوب التي يستغلها الرأي العام ضدنا يعني شعوبنا تعمل ضد مصالحها عندما تجهل ماذا تريد وعندما تمارس معها هذه الاستراتيجية القديمة استراتيجية الإلهاء عبر تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الهامة الحقيقية تلاحظون مثلا يعني في العراق في الفترة الأخيرة مثلا هذه قضية خليجي 25 على سبيل المثال ظاهرة رياضية من الطبيعي جدا أن يتم الحديث عنها لكن وسائل الإعلام وقعت في فخ ما كان يريده وطبعا بعض الشخصيات أيضا وقعت في هذا الفخ الذي تريده استراتيجية الإلهاء التركيز على مفردات صغيرة فلان المطرب يغني وكأنه هذه المشكلة العويصة فلان المطرب هو الذي يجب أن يغني وإذا ما غني فإحنا لازم تصير عندنا مشكلة في العراق مع ملاحظة أنهم تساغلوا حتى مع هذه الظواهر يعني أنت ليش أن تفتتح مهرجان رياضي إلى بعد أقليمي وربما أيضا حتى يمغد لأبعاد دولية أخرى يمكن أن يشارك العراق فيها لماذا يجب أن تفتتح مثل هذه المهرجانات بمعصية أقولها بكل صراحة بمعصية زين ليش إحنا جاينا تعود على سياسة الإلهاء ومو بس سياسة الإلهاء قاعدين نخضع لمفهوم التعايش مع المفاسد والتعايش مع الظواهر مع الرذيلة مع الفحشاء مع المنكر ننسى دورنا في الأمر في المعروف وأنه يعني المنكر بل نتخلى عنه ونبقى فقط في هذه السياسة صارت المشكلة العويصة من اللي يفتتح من المطربين خليجي 25 فاستحفال هذه الظاهرة ينظر بخطر كبير مع كل الأسف مع طبعا استغلال بعض أصحاب المصالح الذاتية الحزبية الشخصية بين الحين والآخر لإثارة مسائل كثيرة من هذا النوع وجعل موضوع الإلهاء هو الصفة الطاغية التي تسيطر على مجتمعنا العراقي لاحظتم خلال الفترة الماضية يعني هذه السنة الماضية التي انتهت في الأول من يناير كانون الثاني 2023 أيضا لاحظنا هناك تركيز كبير على موضوع الشذوذ الجنسي اللي بدأوا يتعايشون بمفردات بسيطة ولطيفة سولة مجتمع مجتمع الميم وصار هذا الموضوع يثير اهتمام الناس على مختلف بشاربهم الدينية والفكرية والاجتماعية لكن من واقع آخر من واقع انه شلون نتقبل هؤلاء مو شلون نعالج ظاهرة ظاهرة مفتعلة يتم تسويقها إلينا من الغرب عبر سياسة الإلهاء بطرق مختلفة ومع كل الأسف انتقل الدعاة والمفكرون الكثير منهم طبعا نحن نتحدث هنا بشكل عام انتقل الكثير من الدعاة والمفكرون ليس إلى الدفاع نحن لسنا في الفجوم لكي نبين مفاهيمنا الإسلامية الصحيحة بل حتى لسنا في موقع الدفاع لأننا أخذنا نتعايش مع كل الأسف مع مثل هذه الظواغر شوفوا مثلا في قضية بسيطة أثيرت في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال لاحظنا بالفترة الأخيرة أن هناك احتمام كبير داخل المملكة العربية السعودية وفي وسائل إعلامها والله نادي النصر السعودي يستفيد كذا من خدمات اللاعب البرتغالي رونالدو وحتى أنا شفت في قضية ظاهرة الإلهاء وظاهرة التعايش مع المعصية يعني هذا اللاعب كبير محترم من حيث كونه لاعب كرة قدم بس لاحظنا هناك حتى في وسائل الإعلام والسعودية تحديدا هناك تركيز على أن هذا اللاعب لديه أطفال ومن زوجته من صديقته يعني العلاقة بينه وبين صديقته هي علاقة غير شرعية وفي المملكة العربية السعودية التي يفترض أنها هي فيها قبلة المسلمين زين ونشوفت عن بعض التساؤلات التي تطرح منطقية في بعض وسائل التواصل الاجتماعي زين انتو هذا أعطيته إقامة وهو وأطفاله مع تبار أنهم يستحقون الإقامة لأنه مرتبط بعقد عمل طيب صديقته التي لا ترتبط معه بعقد شرعي كيف أعطيتموها مثلا هذه الإقامة وحتى بعضهم بدأ يفبرك بعض الفوتوشوب أنه والله هذه ملك يمين وغير ذلك أنا هنا لا أتحدث عن هذه الجزئية فقط أنا أقول هنالك يعني المملكة العربية السعودية قبل أيام قامت بإعدام الكثير من أولئك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الدعاة الكثير من أولئك الذين فقط غردوا بتغريدة واحدة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام مرت علينا ذكرى استشهاد الشيخ نمر النمر وغيره من الذين تم إعدامهم بوحشية في المملكة العربية السعودية لكن تجي المملكة العربية السعودية مثلا تسلط الضوء على والله إحنا جبنا لاعب كان يلعب في نادي كبير وبعض الصحف أنا لاحظت في الجمهورية الإسلامية وصفت هذه العملية بالغسيلة الرياضي السعودي وسط مواجهة تجري على صعيد سياسة الإلهاء وسياسة الخواء ويعني يقول لك هذا لاعب الآن يعيش في مرحلة الغسر يعني ما بعد الغروب بما يتعلق بأداء دوره وبدوره المهني وتجي وتسلط الضوء على قضية رونالدو وتخفي تحتها الكثير من المجازر الوحشية التي ترتكب بحق الإنسان وفي نفس الوقت يتم تسويق ظواهر المنكر والرذيلة وإشاعة المفاسد الاجتماعي فيما يتعلق بالزواج غير الشرعي أو العلاقات غير الشرعية وغير ذلك من الأمور الخطيرة التي تتعلق بسياسة الإلهاء لزمن الخواء تتعلق بسياسة الإلهية تتعلق بسياسة الإلهية تتعلق بسياسة الإلهية تتعلق بسياسة الإلهية مصر والعراق والأردن شراكة جديدة في شرق أوسط جديد يتشكل طبعا نحن نتحدث خارج الحدود ويحق لنا إذن أن نتحدث خارج الحدود فيما يتعلق بالاجتماعات التي تكررت في السنوات الأخيرة بين مصر والعراق والأردن وهذا المؤتمر الذي عقدت منه نسختان حتى الآن واحدة في العراق وواحدة في الأردن باسم مؤتمر بغداد والذي يفترض كما هو مخطط له أن تعقد النسقة الثالثة منه في مصر هذا يثير الكثير بالاتساؤلات حول ما يسمى بمشروع الشام الجديد أحبائي مشروع الشام الجديد طبعا له صلة مباشرة حتى بإختيال القائدين الكبيرين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج أسن سليمان ستقول لي شلون أقول لك هذا الموضوع له صلة أيضا بقضية الحرب تموز أو عدوان تموز على لبنان وما كان يعرف عن ذاك بمشروع الشرق أوسط الكبير أو الجديد الذي كانوا يريدونه من لبنان وتحديدا عندما كانوا يتحدثون الأمريكان والإسرائيليون عن كسر المقاومة وسحق المقاومة وتحديدا حزب الله في لبنان وإيجاد مثل هذا المشروع مشروع الشام العفوا الشرق الأوسط الجديد الذي يشكل الشام الجديد المفصل الأساسي فيه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني شيمون فيوريز أيضا كان قد تحدث وألف كتابا في هذا الموضوع في موضوع الشرق الأوسط الكبير الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بالنتيجة هو مشروع لضم الكيان الصهيوني إلى دول المنطقة دول غرب آسيا اللي يسموها الشرق الأوسط يعني العراق دول مجلس التعاون الخليجي تركيا أيضا فيها والكيان الصهيوني وطبعا سوريا لبنان فلسطين تحديدا اعتبار هي التي تشكل في الحاضر وفي الماضي البؤرة الأساسية للشام بلاد الشام في 2006 هذا المشروع تقريبا انتهى خلاص انتهى ولاحظتم حتى سماحة السيد القائد حسن نصر الله أمين عام حزب الله تحدث بشكل واضح في آخر خطاب له يوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين قال بأن السيد حسن نصر الله قال أن أول ما واجهه الشهيد سليماني تحديدا وقاد وشهداء آخرون هو النسخة الأولى من مشروع الشرق الأوسط الجديد في لبنان وفلسطين وهذا تم اجهاضه في 2006 أمريكان يراكمون يشوفون دور سليماني ودور أبو ميد المهندس ودور القادة الذين رفضوا الهيمنة الأمريكية في المنطقة بعدين اجوا ورتبوا مثل هذه العلاقات المباشرة بين الدول الثلاث مع استبعاد لبنان واستبعاد سوريا ليش استبعدت سوريا ولبنان؟ حتى نحن ربما بعض رؤساء الحكومات السابقة في العراق قد ما تدري بطبيعة الأهداف التي كان يورادوا من إيجاد مثل هذه العلاقة الثلاثية كانوا يتوقعون أنه والله إحنا نروح إلى الأردن ونسوي علاقات مع الأردن دولة جارة وعلاقات مع مصر مهمة بالتأكيد مصر دولة كبيرة ولها دور كبير وفاعل في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي فطبيعي جدا وفي ظل وجود حصار من دول عربية محددة مثل المملكة العربية السعودية التي لم تكتفي فقط بالحصار بعد تشكيل النظام السياسي الجديد بعد 2003 بل قامت بإرسال مفخخات وإرهابيين وكان العمل جار على قدم وساق لإسقاط حيبة الشيعة تحديدا وليش رفضوا العملية السياسية؟ بينما هم أول الدعاة الذين كانوا يؤيدون فكرة إسقاط نظام صدام وهي هو لكل الأرضية والأسباب وهي القوات الغازية التي دخلت العراق البريم يندك له دخلت من الكويت يعني هناك قواعد أيضا في السعودية وواحد يغذي الثاني ووصلوا إلى العراق والقواعد العسكرية الأخرى الموجودة في العديد في قطر في أماكن أخرى في المنطقة انطلقت منها الصواريخ والطائرات بالنتيجة بس من شافوا كما يعتقدون هكذا أن الشيعة بدأوا يعني يستعيدون شيئا من عافيتهم في الحكم السياسي أخذوا يرسلون المفخخات والإرهابيين ويتبنون علنا موضوع إسقاط النظام السياسي الجديد لكي يقع فريسة الإرهاب الآن وصل الأمر إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراقي والشام أصلي عن فكرة العراقي والشام يعني إيجاد عراق وسوريا تشكيل نظام جديد فيها يمتد بعدين ليش رفعوا شعار باقي وتتمدد وبعدين تدرون هذا الكلام خلفه هم يقولون الولايات المتحدة الأمريكية الجهزة مخابرات أقليمية المملكة العربية السعودية دول كثيرة وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في إنتاج وفي صناعة هذا التنظيم الأرهابي الذي كان يريد إعادة تشكيل ما يسمى بالشام الجديد في مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي كسر قاسم سليماني والكثير من القادة الشهداء معه هذا المشروع أو مجاديفة لنقول في لبنان آنذاك في 2006 يجعوا في 2011 وبعدين وراء 2014 وإجت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الأرهاب بقيادة الولايات المتحدة بحجة محاربة داعش حتى تكرس هذا الموضوع لأنهم قالوا في حينها أنه هذا التنظيم الأرهابي سيبقى لمدة ثلاثين عاما فإذن أما أن نفرض عليكم الطريقة التي هم وعدهم دائما خطط جديدة بديلة ننضمنها طبعا موضوع صفقة القرن شوفوا أمور مترادطة حبما تغييب في تفاصيلها الخطيرة عن الواجهة وعن الرأي العام وحتى كما قلت لكم عن ذاكرة وحاضنة وفكر بعض رؤساء الحكومات السابقة يعني كل معظم رؤساء الحكومات السابقة كانوا يرحبون بالعلاقة مع الأردن ومصر يعني هاي الطلافية ما خلتهم يفكرون زين شنو سر الاهتمام الفرنسي زين ليش إبعاد سوريا ولبنان لأنهم كانوا يقولون أنه سوريا ولبنان يقولون في كتبهم في مذكراتهم في تقاريرهم كانوا يعتقدون بأنه سوريا ولبنان يعني بعد إسقاط النظام في سوريا إذا سقط النظام في سوريا حزب الله يتنفس من وين رأيته تتنفس من سوريا الدعم الذي يأتي من سوريا طبعا من إيران عن طريق سوريا ومن سوريا أيضا فسيختنق حزب الله وستختنق المقاومة وإذن بعد ذلك يجري ضم سوريا ولبنان إلى هذا المشروع وكانوا يريدون يتمنون أو هكذا يعملون على أن يبقى مصطفى الكاظمي ولاحظتم بالفترة الماضية قبل مصطفى الكاظمي ما كانوا يتحدثون بكل صراحة عن مشروع الشام الجديد يحكون عنه بس ما يحكون عنه بتلك الصراحة وأنه هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي فيه إسرائيل وكرر فيه إسرائيل وإسرائيل فيه شنوه؟ هي قطب الرحى يعني هي التي تقوم بدور كبير في موضوع هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يراد منه مواجهة إيران وعموم محور المقاوية يعني حتى بعدين العمل على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية طبعا قبلها تسبقها مفردات هنا وهناك افترابات زعزعات الأمن الداخلي استهداف الأمن استهداف الاقتصاد عن طريق لاحظتم في قضية العقوبات المستمرة التي يومية يقولهم مبرر حتى يفرضون هذا الحبر الذي يسمونه عقوبات هو مقفة جريمة تستحق العقوبات الجريمة التي تستحق العقوبات هي العقوبات نفسها التي يجب أن تفرض مثلها على الولايات المتحدة وعلى حول فائها من هذا الواقع قلت لكم يعني في زمن مصطفى الكاظم لا بدل حديث يصير واضح وخصوصا بعد أن جاء الرئيس الفرنسي ماكرون ماكرون يعني ماكرون هذا الماكرون جاء وتولى بنفسه قيادة مشروع الشام الجديد واخونا السيد محمد الشاع السوداني ذهب أيضا إلى هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر لإكمال ما بدأه الرئيس الوزراء السابق وطبعا ربما يبعث بعض الإشارات الإيجابية أنه إحنا كدولة طبعا نلتزم بكل الاتفاقيات أو بكل ما تم من حيث العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وخصوصا دول الجوار لكن هذا عنده هنا وبس عنده هنا لا يجب أن نتحدث يجب أن نوعي الناس وأن يجب أن على وسائل إعلامنا وخصوصا وسائل إعلام المقاومة أو القنوات الملتزمة وعلى الشخصيات الملتزمة قادة الفصائل السياسية الملتزمة قادة الأحزاب الملتزمة من الإطار أخواننا في الإطار عليهم أن يوعوا الناس وأن يشرحوا للناس خطورة هذه الشراكة الجديدة التي إذا إذا لا مانعة نكرر لا مانعة من أي شراكة إقليمية لكن لا تؤدي إلى بوضوع النقعة في الحضن الإسرائيلي وفي مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تكون فيه اليد العليا للكيان الصهيوني ونتبوه لجابوه لاتفاقات أبراهام التي قلنا في اللقاء الماضي وفي الحلقة الماضية أنها تغرق فريدون يحيوها وليدون يكتفون بموضوع فقط التطبيع سفرات رايحة وسفرات جاية لا الهدف الأكبر هو أن تكون لهذا الكيان الصهيوني اليد العليا في شرق أوسط يراد له أن يتشكل من جديد لكن بفضل الله تعالى وبدماء الشهيدين قاسم سليماني وأبو مائد المهندس هذا المشروع أيضا وطبعا بجهودكم وجهود الحكومة حكومة السيد محمد الشيع السوداني بشرطها وشروطها ومن شروطها أرى بوضوع التطبيع مو بس علاقات مع الكيان الصهيوني مرفوما للا التطبيع له أشكال كثيرة في مسألة العلاقة مع الكيان الصهيوني ومع الأهداف التي يريدها الغرب واحنا شفنا يعني السواء راح أتحدث أنا في المحورة الثالثة شفنا حتى في الكثير من البيانات التي صدرت في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين العظيمين حتى بالبعض أخواننا كانت البيانات خجولة ليه إيش خجولة؟ على ما سنتحدث عنه في المحورة الثالثة أبقى أمانا في الطريق إلى سليماني والمهندس كانت الحرب من أجل السلام أحبائي لاحظنا في الذكرى الثالثة الاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما لاحظنا بعض البيانات أقول الخجولة التي صدرت نحن نتحدث خارج الحدود يعني لا مجال للمجاملة وربما أيضا البعض سقط سهوا منهما أريد أن أقوله الآن لاحظت بعض البيانات تحدثت عن هذه الذكرى وذكرتها بارك الله فيهم وأيضا تحدثوا عن أهمية أن يثأروا الإيرانيون والعراقيون وكل محور المقاومة لدماء الشهداء وأن تتموا ملاحقة أولئك الذين تسببوا في هذه المجزرة لكنهم البعض أقول لم يذكروا الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم وهذا أمر يعني كان عن عمد فهو أمر ينطوي على أقول ضعف وليس مجاملة لأنه أنت في مثل هذه الأمور لا تستطيع أن تجامل خصوصا وأن الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطيين لديهم موقف من الإدارة الأمريكية السابقة التي كان يقودها دونالد ترامب بل حتى أن الكثير من داخل هذه الإدارة الأمريكية قبل قبل وبعد الانتخابات التي أفضت إلى هزيمة دونالد ترامب وهي حوبة القائدين كانوا يعتبرون ما ارتكبه ترامب خطأا جسيما يعني بعض المستشارين لدى الحزب الديمقراطي الأمريكي وصفوا ما فعله ترامب بأنه يقترب من حالة إعلان الحرب على دولة عضو في الأمم المتحدة وهذا الأمر يوقعهم في مأزق والكثير تحدث وأصدت بعض أنا لاحظت بعض الدوائر الأمريكية مو الصحفيين الأحرار أو المستقلين أو الناقدين لا هذه مراكز التفكير التي تصنع القرار للإدارة الأمريكية اعتبروا أن ما قام به ترامب شكل خطأا جسيما وأنه لم يكن يملك مبررا على الأطلاق لم يكن يملك مبرر في اغتيال الشهدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بل حتى بدأوا يتحدثون عن كلمة الوشيك يعني هو كان يبرر أول مرة برر الإدارة الأمريكية بررت الفعل الشنيع بأنه والله كان ينوي قاسم سليماني القيام بأعمال تعرض مصالح أو الأمن القومي الأمريكي للخطر بعدين من كثرت عليه الامتقادات داخل الولايات المتحدة قالوها خطر وشيك لأنه وفق الصيغ الأمريكية يعني قد يجدون مبررا لمثل هذا الأمر وهذا الأمر حتى أيضا تحدث عنه خبراء أمريكيون في القانون وخبراء هنا في بريطانيا في القانون الدولي قالوا حتى هذه الكلمة ممكن يعني هذه المطاطة ممكن أيضا تتفتح المجال لدول أخرى لكي تفسر مثل حالة الدفاع المشروع عن النفس ويتقوم بمثل هذه الأعمال وتقوم تقتلها والله على الرغم من أن يعني بيانات الإدانة التي صدرت يعني نحن نشد أيدينا نشد على أيديهم أولئك الذين أصدروها طبعا البعض لم يصدر بيانات على الإطلاق في هذا الموضوع بس هؤلاء الذين لم يذكروا الولايات المتحدة الأمريكية يعني إدارة بايدن تحديدا بالاسم نأخذ عليهم مثل هذا الأمر وأقول ربما بعضهم نسي سهوا لكن عليه أن يعدل ويصحح خصوصا أيضا وأن ثابت خلال السنوات الثلاثة الماضية ومن ثمك أدينك مما نشر في الغرب الأمريكي تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ثابت أن الهجوم الإرهابي الأمريكي هو انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وهو عمل عدواني انتهك سيادة العراق وهو بمثابة تصعيد عدواني خطير يقترب من حال إعلان حرب على إيران وأدى هذا العمل الإجرامي للحكومة الأمريكية إلى ردود أفعال وإذانات واسعة قالوا أنه يعرض الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم للخطر لأن القائدين كان يقاتلان تنظيماً إرهابياً هذا التنظيم الإرهابي عرض الأمن والسلام الإقليميين والعالميين لأخطار مباشرة فأنت من تجي تقتل أولئك الذين قاتلوا الإرهاب وعملوا من أجل السلام أنت أيضاً عملت ضد هذا السلام ولاحظتم التقرير الذي أعدته أغنيس كالامارد المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لعمليات القتل خارج القانون قالت في تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم دليلاً كافياً على وجود خطر وشيء كما قلت لكم فيما يتعلق بالأمريكان هذه الأمم المتحدة على الحياة لتبرير الهجوم لقد بدل القائدان قاسم سليماني وأبو مغدي المهندس ومعهم الرفاق الذين قتلوا في هذا الطريق جهوداً استثنائية على وسائلنا الإعلامية على مراكز الدراسات في العراق أن تروحون تدورون تطلعون تبرزون هذه الجهود الاستثنائية التي قام بها الشهيدان في مجال التعامل مع الإرهاب لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم الإسلامي وحتى في العالم في أوروبا هنا في أوروبا أوروبا لا تنعم بالسلام إذا بالفعل تمكن هذا النظام الإرهابي من بسط سيطرته على العراق وطبعاً يمتد ثم شعارهم باقي وتتمدد يجب أيضاً أن يتم التعامل مع الشهيدين القائدين باعتبارهما وطبعاً رفاقهم أيضاً نحن ننساهم باعتبارهم أصبح اليوم رمزاً لمحاربة الغطرسة والإرهاب العالمي وأن يكون هذا الرمز نعرف باستمرار لجميع طالبي الحرية في العالم برمته لأنه تظهر وقائع التطورات التي شاهدناها على مدى هذه الثلاث سنوات منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقتل هؤلاء القادة واختيالهم بل إذا نريد أن نرجع إلى الوراء والله حتى منذ دخول العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغزاة الآخرين الذين دخلوا إلى العراق بحجة والله إحنا نسقط الدكتاتورية ونحيب السلام ونجعل من العراق نموذجاً ونموذجاً للديمقراطية في الشرق الأوسط كما كان يقول جورج بوش لاحظنا لا بالعكس تماماً هذه السنوات الماضية العراق لم يكن آمناً المنطقة بسبب التطورات التي شهدها العراق دخول التكفيريين دخول الأرغابيين توج الأمر بموضوع داعش لم تكن المنطقة آمنة من الذي أراد أن يعيد الأمن للعراق وللمنطقة تحديداً هم الشهدان القائدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذين أفشلوا كل المخططات التي كانت كانت تريد أن يبقى هذا التنظيم الإرهابي ويتمدد هل ستدرون أنتو وأنا ذكرت لكم سابقاً في حلقات سابقة أنه مباشرة بعد استشهاد القائدين في 2020 في الربع الأول من 2020 الصحف الأمريكية المختصة بما يسمى بالإرهاب وبالقوات العسكرية الأمريكية تعترفوا بأن التنظيم الإرهابي تنظيم داعش بدأت عملياته تتصاعد شوي 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 ليش غابوا أولئك الذين كانوا يؤدمون هذا التنظيم الإرهابي أسا يوم 29 ديسمبر وهي سجلها يوم 29 ديسمبر يعني قبل نهاية هذه السنة بقليل تجي صحيفة الواشنطن بوست تنقل تقريرا مفصلا عن البنتاجون الأمريكي وعن قادة عسكريين وبيانات عسكرية أخرى كلها تتحدث وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبقت على قواتها العسكرية المقاتلة في العراق على رغم من الإدعاء بأن والله سحبنا قواتنا وأن حولنا القوات القتالية إلى قوات للتدريب وللمشورة تحدثوا عن 191 عملية عسكرية خلال سنة 2022 عفوا الأمريكان يقولون قمنا 191 ومية وكذا 182 عملية عسكرية في سوريا لأنه ضد تنظيم داعش واستهدفنا ما لا يقل عن 700 هكذا يقولون من تنظيم داعش هسا إذن داعش بعدما غاب القائدين غاب القائدان بدأت تصعد هسا إذا ما نريد نقول هي من صناعة الأمريكان وأيضا هذا يلغي أكلوبة ما كان يروج له السيد مصطفى الكاظمي آنذاك من أن القوات الأمريكية انسحبت ولاحظتم برقيات التهنئة التي كانت تنصب عليه والله انسحبت القوات الأمريكية وإحنا الآن تحولت إلى قوات للتدريب وأيضا لتقديم الاستشارة بينما هي باقي هاي القوات الأمريكية وهي أيضا تتمدد ليش لأنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر في أمام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر